مجموعة طيران الجزيرة عززت أسطولها بطائرة جديدة دخلت الخدمة فعليا ضمن طائرات الشركة التي تسلمت الإيرباس A320 مباشرة من مقر المصنع الكائن في مدينة هامبورغ الألمانية وقد كنت من ضمن الوفد المرافق لعملية تسلم الطائرة الجديدة وأعددت لكم هذا التقرير في سماء التميز والتحديث المتواصل لإسطولها وبأجنحة دائمة التحليق في فضاء تفعيل الخطط الاستراتيجية لترسيخ المكانة العالمية وتدعيم النجاحات المحلية تسير طيران الجزيرة كالنجم الثاقب المتلألأ باتجاه تحقيق الأهداف المنشودة ويأتي تسلم المجموعة الرائدة للطائرة الخامسة عشرة من طراز إيرباس 320 من مقر مصنع إيرباس بمدينة هامبورغ الألمانية ليبرهن على مدى التزام طيران الجزيرة بتنفيذ خطتها التحديثية لإسطول طائراتها والذي يعد الأحدث بالمنطقة هذه ليس فقط نهاية عقد ولكنها بداية مرحلة جديدة للجزيرة انطلاقتنا الجديدة راح تكون الآن في أسطول جديد آخر بالمرحلة القادمة من الطيرات الحديثة اللي ننطلع إن شاء الله استلامها بعد ثلاث سنوات من الآن هذه المرحلة تعطينا هذه الطائرة بأسطول الجزيرة أهم وأحدث أساطير الطيران في شغل وصف كله كعمر من أصغر لعمار كأسطول في المنطقة وهذا يعطينا الدارف إن شاء الله اللي نغطي المرحلة القادمة لمدة ثلاث سنوات إلى أن نبدأ استلام ما يسمى في الجيل الجديد من الطائرات اللي الآن جاري التفاور الطائرة الجديدة مرت كما نظيراتها من طائرات الجزيرة بمراحل تدقيق غاية في الصرامة على مدار تسعة أشهر سابقة لعملية التسليم عملية تولى مهمتها فريق طيران الجزيرة وشركاء الشركة فضلا عن المدقق المتخصص والمستقل الذي قامت الشركة بتعينه لمراقبة عملية البناء والتجهيز وفي وقت تسلمت فيه الجزيرة ثلاث طائرات جديدة خلال عام كامل تدرس المجموعة وضع طلبية جديدة من الطائرات خلال الاثني عشر شهرا القادمة وفتح محطات جديدة كجزء من برنامجها التحديثي دائما في محطات تضاف إلى طيران الجزيرة مثل ما شفنا في الفترة الأخيرة النجف الشريف كانت من المحطات التي ضافتها إلى شبك طيران الجزيرة خلال عامين الماضين مطار المكتوم في دبي كان من أول الشركات العالمية التي شغلنا لهذا المطار والله الحمد لل game زبنا عدد رحلات مع عدد رحلة يوميا في دائما فيه جديد في المرحلة الحالية الآن فيه دراسات لكننا لم نقرر في المحطات الجديدة ولكننا ركز نتكثيف الرحلات على المحطات الحالية في المرحلة القادمة العالمية هدف بلغته طيران الجزيرة وتسعى للحفاظ عليه كما أن إرضاء العملاء غاية أدركتها المجموعة بشهادة التقارير العالمية والمحلية والاستمرار في هذه المكانة هو ما تضعه إدارة الجزيرة نصب الأعين عبر خطط تحديث الأسطول والتي تتم وفق رؤية محكمة ومدروسة وجدول زمني شعاره الالتزام والدقة